بداية يوم جديد في أحد مطاعم واشنطن للوجبات السريعة وكما درجة العادة يتلقى العاملون هنا طلبات من زبائن يريدون أن يتولى المطعم تسليمها في منازلهم لكن الجديد في الموضوع أن من يتولى إيصال الأطعمة لم يعد موظفا على دراجة نارية بل هو جهاز آلي سيار مبرمج على الانطلاق إلى حيث يراد له في كل مرة بحسب عنوان الزبون فقد اعتاد المشات في العاصمة واشنطن منذ مدة على مشاركة الأرصفة مع هذه السيارات الصغيرة أثناء انطلاقها لإيصال الطلبات إلى المنازل شركة بوست ميتس الأمريكية لخدمات التوصيل هي من أوائل من وظف أسطولا من الأجهزة السيارة الذكية كوسيط بين المؤسسة والعميل ويقول مسؤولون فيها إن الزبون يستخدم تطبيقا على الهاتف الذكي أو جهاز الكمبيوتر لاختيار المطعم الذي يريد الشراء منه ووضع الطلب بعد ذلك ينطلق الروبوت السيار إلى المطعم المختار ويقف عنده بانتظار أن يجهز الطعام ليوضع بداخله ثم يسير به إلى المنزل يستخدم الروبوت السيار ذو الست عجلات مجموعة من اللواقط للسشعارية لمعرفة طريقه على الأصفة وقد جرى تجهيزه ليميز الإشارات الضوئية الخضراء والحمراء عند ممرات عبور المشات في الشوارع وتقول الشركة المصنعة إنها بصدد توسيع خدماتها لتشمل مدنا وولايات أخرى في الولايات المتحدة